اشتركوا في القناة عن قسم آخر من أقسام اللسان وهو حافة اللسان ويخرج منه حرفان الضاد واللام طبعا سنبدأ الحديث بالضاد وقد يستغرق الشرح عن الضاد فترة طويلة لأنني سأقسم الشرح على عدة مقاطع حتى يتم استعابه على مهل وروية وإتقان إذن الحديث اليوم عن حافة اللسان أولا ثم الحديث عن حرف الضاد في جزء أول نتحدث فيه عن اسمه وصورته ومخرجه وصفاته فبسم الله نبدأ أولا لابد أن نتحدث عن حافة اللسان قبل أن نتحدث عن الضاد فما معنى حافة وأين هي حافة اللسان؟ الحافة هي الناحية أو الجانب أو الطرف إذن حافة اللسان تحيد باللسان من كل الجوانب من هذه الناحية ومن الأمام ومن هذه الناحية إذن عندما نتحدث عن حافة اللسان نعني بها الجانبين هذا الجانب وهذا الجانب هذا الطرف وهذا الطرف هذه الناحية وهذه الناحية وتنقسم الحافة إلى ثلاثة أقسام أقصى الحافة أدنى الحافة منتهى الحافة الضاد تخرج من أقصى الحافة إلى أدناها واللام من أدنى الحافة إلى منتهاها ويجب أن نعلم أولا أن الحافة ليست مجرد طرف دقيق أو حرف رفيع كأنها ورقة مثلا اللسان ليس كالورقة اللسان عضو له سمك هذا طول وهذا عرض فأين ارتفاعه؟ ارتفاعه هو السمك كهذا الكف تماما هذا طول وهذا عرض وهذا ارتفاعه من هذا الجانب أو نقول هذا سمكه هذا سمك الكف هذا السمك هو المقصود بجانب اللسان أو بطرف اللسان أو بحافة اللسان تحيد باللسان من كل النواحي من هذا الجانب ومن الأمام ومن الجانب الآخر إذن المقصود بحافة اللسان هي سمك اللسان هذا العرض هذا العرض هذا العرض هذا العرض وليست هذه النحية فقط الدقيقة ليست هذه النحية فقط بل هذا السمك تمام؟ أتمنى تكون الصورة واضحة فين حافة اللسان بالتحديد لأننا سنتكلم عنها مع الضاد واللام أولا صورة الضاد كما نرى بهذا الشكل واسمه ضاد وليس ضاد أو ضاء أو ضاء ولكن ضاد بتفخيم الضاد وترقيق الدال مع القلقلة وكما سمعتم هو حرف مفخم والتفخيم والترقيق يبدأ من اسم الحرف فالحرف المفخم اسمه مفخم والحرف المرقق اسمه مرقق فنقول خاء وليست خاء ضاد وليست ضاد طاء وليست تاء وهكذا والحرف المرقق كذلك نقول باء وليست باء هاء وليست هاء ياء وليست ياء وهكذا فالحرف المفخمة التي جمعت فيه عبارة خصة ضغط قذ أسماؤها مفخمة خاء صاد ضاد غين طاء قاف ضاء إذن نراعي مع اسم الحرف التفخيم والترقيق هذه البنية الأساسية لنطق الحرف الصحيح فلو اسمه غلط يبقى الباقي كله غلط لأن في ميزان اسمه إيه؟ اسم الحرف مع الحركة يطلع صوت الحرف فنقول ضاد فتحة ضا فلو قلنا ضاد فتحة ضا شيء طبيعي ونتيجة طبيعية إذن ننتبه اسمه ضاد ضاد طبعا هو لم يرد في الحرف المقطعة ولم يضغم في مفيله لا في كلمة ولا بين كلمتين ولم يضغم في أي حرف آخر حرف الضاد يأتي متحركا في القرآن الكريم بكل الحركات ويأتي ساكنا فانتبهوا لصوت الحرف مع كل حركة أولا هو يأتي متحركا بالفتح ككلمة ضرابا وانتبهوا ضا ضا ضارا ضارا وليست ضارا ضارا فخم الضاد على قد ما تقدره استعلاء وإطباق والإطباق يزيد التفخيم تفخيما حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء لها نسبة في التفخيم أعلى من باقي حروف التفخيم سنتحدث عن هذه النقطة في المقاطع القادمة إذن هنا نقول ضارابا ضارابا ويأتي متحركا بالضم ككلمة ضريبت ضو ضو وليست دو ليست دوريبت ولكن ضو ضريبت ضريبت ويأتي مكسورا ككلمة ضياء ضي ضي ليست ضياء ضي كأنها دال مكسورة مفخمة ولكن ضي ضي ضياء ضياء الكسر لا يؤثر في تفخيم حروف الإطباق الأربعة كما يؤثر في باقي حروف التفخيم سنتحدث عن هذه الجزئية في المقاطع القادمة إذن هنا نقول ضي ضي ضياء ويأتي مشددا بالفتح ككلمة إبيضت إبيضت إبيض 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 ضت تمام وليست إبيضت ويأتي مشددا بالضم ككلمة يغضون يغضون يغض ضو وليست يغضون ليست من طرف اللسان وكأنها دال ولكن من حافة اللسان يغضون يغضون ويأتي كذلك مشددا بالكسر ككلمة أضعفي أضعفي انتبهوا عند الكسر ليست أضعفي هذه دال ولكن أضي أضعفي ويأتي منونا بالفتح ككلمة مرضى مرضى ضى مرضى وبتنوين الضم ككلمة فارض فارض ضن وليست دن فارض خطأ فارض ضن ضن وبتنوين الكسر ككلمة لبعض لبعض وليست لبعض ويأتي ساكنا ككلمة فضله فضله طبعا الضاد الساكنة لها نطق خاص الصفات اللازمة ملازمة للحرف في جميع حالاته ولكن تكون في أشد حالات الوضوح مع السكون إذن يأتي الضاد بهذه الصور في القرآن الكريم طيب بمناسبة الحديث عن حرف الضاد لماذا يقال عن اللغة العربية بأنها لغة الضاد ما أسباب ذلك وهل هذه المقولة صحيحة أولا هذه المقولة غير دقيقة هي صحيحة من جوانب وغير صحيحة من جوانب أخرى والأسباب المذكورة تحتاج إلى تعديل وتصويب إلى حد كبير فأولا يقال بأن العربية هي لغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة التي فيها حرف الضاد وهذا الكلام غير صحيح هناك لغات أخرى فيها ضاد بل والضاء هي التي في اللغة العربية ولا توجد في باقي اللغات لذلك إن سميت بذلك فالأحرى أن تسمى بلغة الضاء وهذا ليس كلامي هو كلام المتخصصين في اللغة العربية طيب كذلك يقولون هذه المقولة لأن الضاد أقوى الحروف على حد قولهم وهذا الكلام غير صحيح بالمرة فالطاء هو أقوى الحروف لاتصافه بجميع صفات القوة الجهر الشدة لاستعلاء الإطباق القلقلة أما الضاد فهي قوية كذلك ولكن ليست بقوة الطاء فالطاء أقوى منها فالضاد فيها صفة ضعف وهي الرخاوة فيها الجهر الرخاوة لاستعلاء الإطباق لاستطالة إذن من الأقوى؟ الطاء هو الأقوى من الضاد إذن إن سميت اللغة بلغة الضاد لأنه أقوى الحروف فهذا خطأ يجب أن تسمى لغة الطاء طيب يقولون كذلك هذه المقولة لأن الأعاجم يعانون أثناء تعلمهم لحروف اللغة العربية مع حرف الضاد أكثر من غيره وهذا الكلام يعني ربما يكون صحيحا بالنسبة تختلف من شخص لآخر فهو سهل على البعض وصعب على البعض بل وليس على الأعاجم فقط بل علينا نحن العرب يعني مين فينا الضاد عنده سهلة فالأعاجم والعرب يعانون من صعوبة نطق الضاد إذن هذا السبب غير دقيق وإن قلنا بأن اللغة العربية سميت بلغة الضاد لأنها تتميز في حروفها بحرف الضاد عن باقي الحروف فهذا صحيح فالضاد بالفعل حرف مميز عن باقي الحروف طبعا تميز بصعوبته فهو بالفعل أصعب حرف من حروف اللغة العربية إذن لو قلنا أنها لغة الضاد لأنه حرف صعب فهي صحيحة وإن قلنا بأنه حرف دقيق يحتاج في نطقه لعناية ومهارة كي لا يختلط بالضاء الذي يشبهه بنسبة كبيرة فكذلك هذا صحيح ولكن مع الاختلاف فكل الحروف تحتاج إلى عناية ودقة ومهارة كي لا تختلط بأشباهها إذن الخلاصة هذه المقولة بأن اللغة العربية هي لغة الضاد صحيحة من جوانب وغير صحيحة من جوانب أخرى يعني في النهاية هذه المقولة تعتمد على نية القائل أما على إطلاقها فهذا يحتاج إلى إعادة نظر بهذا نكون وصلنا لختام درس اليوم المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن مخرج الضاد وصفاتها بالتفصيل مع ذكر الأمثلة والتدريبات فشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة